تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة في هذا البرنامج نسناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح ونبين أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين أهم الأحكام والفوائد والفرائد التي جاءت في هذه الأحاديث ونذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أخواني الكرام وأخوات الكريمات ثواني معدود نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام و أخوة الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعدا استمعنا لهذا الحديث و لا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى و كنا قد وصلنا في شرح كتاب النكاح أي كتاب الزواج و هذا الحديث حديث أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه و أرضاه بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن بعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا وبعث ذلك الرجل فيهم أخواني الكرام أخوة الكريمات يحرص الإسلام والشريعة الإسلامية على بناء الأسرة الصالحة الطيبة والتي تكون قوامها المودة والرحمة والعلاقة الطيبة الوطيدة فيما بين الزوج والزوجة والأبناء وأرشدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حال من يريد الزواج وتقدم إلى الزواج أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندما يخطب المرأة يذهب إلى بيت وليها ويجلس في المجلس ثم ينظر إلى المرأة مرة ومرتين وثلاث واربع وله أن يتحدث معها وأن يتكلم معها ويسألها حتى يطمئن إلى هذه المرأة ومن المؤسف أن هناك من يمنع ابنته من رؤية الخاطب أو رؤية الخاطب لابنته والبعض يستخدم الصورة الفوتوغرافية ونقول هذا لا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هل نظرت إليها النظر ليس المخبر كالمعاين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر إلى أمرأة يعني تنظر إلى وجهها ورأسها وشكلها وقوامها غير عندما ترى صورة صغيرة هكذا يعني لا ترى شيئا منها ولا ترى عينيها ولا ترى يعني وجه هذه المرأة وكم من شخص رأى صورة صورة امرأة وعندما تزوجها يعني رأى أن الصورة مغايرة للصورة التي رأاها الصورة الفوتوغرافية وهناك من يضش الآن خصوصا على البرامج الحديثة هذه في وسائل التواصل الاجتماعي يعمل فيلتر فيعمل لها ألوان ويعمل لها يعني شكل معين فعندما يذهب إليها فلا يرى هذه المرأة التي رأاها في الصورة لذلك هذا أقول من الغش ولا يجوز بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرى هذه المرأة التي نريد الزواج بها وخطبتها كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأنصاري هل نظرت إليها؟ قال في عيون الأنصاري شيئاً قال الرجل قد نظرت إليها ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها أي ما مقدار المهر الذي ستقدمه لها قال على أربع أواق والأواقي يعني هي من وزن الفضة والأوقية اسم لوزن لوزن مبلغه أربعون درهماً كيلاً فيكون جملة المهر يعني كما قيل مئة وستون درهماً والأوقية يتزن ما بين 120 إلى 125 قرام طبعاً يومياً القرام يتغير قرام الفضة قرام الذهب يعني يتغير طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأنصاري على أربع أواق أي وأعادها على سبيل الإنكار والتعجب من كثرة هذا المهر مع قلة ماله فإنه كان فقيراً فأدخل نفسه في مشقة يعني وتعرض للسؤال بسببها وإلا فقد أصدق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني خمسمائة درهم أي أزيد من هذا الرجل ثم قال له كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل أي تقشرون وتقطعون ومعنى هذا الكلام يعني عدم المبالغة عدم الاكثار من المهر لأسف الآن هناك من يبالغ في المهر من يعني أولياء المرأة والسنة اللا يبالغ الرجل في موليته وابنته في المهر وفي هذا الحديث تقديم النصيحة للمسلم وفيه أيضا أن المهر يكون بحسب قدرة المرأة أو قدرة المرأة المالية وكذلك فيه ظهار حال الأشخاص في مواطن النص يعني هذا لا يعد غيبة نسأل الله سبحانه وتعالى لنفقنا إياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر